حان الوقت للقبول بالحل السلمي دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيا الحوثي الدعوة أتت من قبل السفارة الأمريكية لدى اليمن التي غردت على تويتر بضرورة إنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ سنواته السفارة الأمريكية بدت في بيانها المقتضب مقتنعة بأن الحوثيين يشكلون الطرف المعرقلة لجهود السلام حيث وجهت اتهاما صريحا لهم بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية التي وصفتها بالمهمة وقالت السفارة إن تلك العراقيل الحوثية مستمرة رغم استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر افتراضي للمانحين انتهى بجمع مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دولار واشنطن وعلى لسان سفارتها لدى اليمن أكدت بأن الحوثيين يرفضون الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار مستدلة بالطائرات المتفجرة المقدمة من إيران والتي وجهت ضد السعودية دعوة الحوثيين لإنهاء الصراع بدت لدى مراقبين تحذيرا أمريكيا كونها أتت بعد يوم من انتهاء مؤتمر المانحين الدوليين الذي انعقد بالسعودية بداية يونيو الجاري لكن محللين يرون أن تلك الدعوة لا تخرج عن سياق بعث رسالة بأن الاهتمام الأمريكي باليمن لا يزال ساريا ولا يعني بالضرورة أن هناك توجها أمريكيا لدعم نهائيا لحسم الصراع في اليمن فلا توجد مؤشرات فعلية على الأرض اليمنية توحي بتوجه جاد لإحياء العملية السلمية فالهدنة المفترضة التي أعلنت بشكل أحادي من السعودية لم تلقى تجاوبا فعليا من ميليشيا الحوثي التي استمرت في هجماتها ضد الحدود السعودية وقوات الجيش اليمني في آن واحد